ساعد بلغة بمتاحين هذا المشروع الاستراتيجي الحام الذي يربط اليمن عبر الساحل بدول الجوار دول الخليج العربي أولى تلقيادة السياسية للمؤتمر وحكوماته المتعاقبة مشاريع المواصلات وتطوير مجالات الطرقات والموانئ والمطارات جل اهتمامها وتصدرت هذه المشاريع الحيوية أولويات خططها التنموية وحققت إنجازات كبيرة بالرغم من الطبيعة الجغرافية التي تغطي معظمها مناطق جبلية وعرة تعيق حركة التنقل بين منطقة وآخرى وتوضح لإحصائيات حدوث طفرة في شبكة الطرقات والموانئ والمواطرات خلال فترة قيادة المؤتمر الشعبي العام لدفة السلطة في البلاد ووفقا لتلك الإحصائيات فقد بلغ ما تم إنجازه خلال الخطة الخمسية الأولى 96 ألفين ما يربو عن 1600 كيلومتر من الطرق الإسفلتية الجديدة كما تم إنشاء 1555 كيلومتر من الطرق الحصوية في مختلف أرجاء الوطن فضلا عن إعادة تأهيل 542 كيلومتر ومن أجل مواكبة التوسع العمراني الذي تشهد المحاوضات اليمنية بلغت الطرق الحضرية التي تم سفلتتها نحو 21 مليون ومئة وسبعة ألف وسبعمية وتسعة وسبعون مترا مربعا وهي تشكل مجموعة كبيرة من الشعارة الداخلية للمدن في عموم محافظة الجمهورية ولم تقف مشاريع الطرق عند عملية الشق والسفلة بل شملت الخطوط الطويلة من خلال الإنارة وعمل الأكتاف والجوانب الساترة وقد تجاوز عدد مشاريع الإنارة المئة مشروع بقيمة إجمالة تصل إلى 6 مليارات و418 مليون وتسعة وخمسون الف ريال وفي مجال الطيران الداخلي والدولي توسعت خطوط الطيران إلى تسعة مطارات دولية هي صنعاء وعدن والريان وسيئون والغيظة والسقطرة وعتق وتعز والحديدة لتمثل أداة ربط وشريان آخر يربط اليمن بمحيطه الإقليمي والعالم وفي خطوط الملاحة البحرية توسعت شبكة الموانئ اليمنية وتطوير بنيتها التحتية حيث تم تطوير الموانئ في المنطقة الحرة ومانع عدن والحديدة والمخى والمكلة والصليف والشحر وميناء رأس عيسى لتشمل تطوير موانئ الاستيراد والتصدير وتشجيع الاستثمار حيث عاشت اليمن في عهد المؤتمر الشعبي العام أزهى عهد الجمهورية لتأتي نكبة 11 سبتمبر ومات لها من حرب تدميرية على كل المنجزات والبنية التحتية لليمن